السلام كديرين لابس عليكم بخير ولا خير انا جيت بهذا الموضوع كي نهضر على اللي بغاية الراجل غرب وحدها كنقول لك اختي هذا الراجل اللي انتي بغيت ايه انا مجاش وتعجن يعني جاو طاح من السماء واخديتي انتي انا ما بغيت لمو لبيه الا تشي واحد بغيته غرب وحده كوني علي يقين بان غادي تخسري راه لما بغيتش عائلته غادي تخسري من طبع الحال لانه هو الراجل اللي تعيري لي هموه وتعيري لي خطوه وكي سكوت انا كنقول ان هذا ليس راجل الراجل هو ما يقبلش على راسه بانك تعيري تعيري لي عائلته وانتي مني كي يجبتلك عائلتك انه ما تجبتش لي عائلتي وعائلتي خط حمر وانا كنت كنت وكنت 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 وهو فهنا ما كيبقاش اللوم على المرأة ملكة عير و الراجل كيسكت كيولي اللوم على الراجل اللي مطيح كرامة ديال عائلته فهنا كنقول لك اي راجل كيف مكان نوعه كتبغي تجربه المرأة في اليمات اللي كتكون كتتعرف عليه او تجوجات به او 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 اكسيتها اكسيتها كتكون كتتجربه مرة سوي كتبغي تجربه او امك يقلق وأنا وقلت علجอน وبانك لم تكن الت требoire ذلك يكبر بعائلة مراته و لا يكبر بأخواته و عائلتي على العموم لماذا اختي الرجل عرفي بان عائلته حق عليه انا ما نكذبش لك اطلقت ما واحد المره واحد النهار واحد العام دكية بزاف و انا كنت بقى زيغة انا بقى ما كان عرفت اشي حاجة و تلقينا كاك في الحمام في مغربي و قلت لي يا راني يا زربان ارا غديجوا عندي ولد راجلي يكويني على ولد راجلك انا بقى اكساعة صغيرة و ما كان عرفش بقى اكساعة ما مديتش و جبتش في الحياة بقى ما كان عرفش يكويني على غديجي عندك عائل اولاد راجلك اش هتديري بيوم البغال اش هتديري بيوم عندك ما تديري بيوم قداش قد يكبار و يلا دبا بدأ انا يلا انا اولدته و هو عنده ولده قبل مني الكبير عنده سمنتاشر عام و ستاش و عشر سنين قد يجو عندي من اقادير و انا فرحانة بيوم و ذاك الشي و انا كويلي شت فرحانة بيومي و صافي انا ما نفرحش انا بولد راجلي ش هندير بيوم قدت لي اجي 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 نقول لك اش عمرني من ساعة عفص هديك المرة بقى النادكية بزاف و خديث يعني خديث هدك كما يقولوا درس اللي ربما انفعني كذلك انا في الحياة تعرف شنو قدت ليه قدت يلحم قلعبيلة هدوك رقبل مني اشتدوك الولاد رقبل مني و الحالة المدنية ديالهم ارى قبل من ولادي فانا اذا طالت فيهم اغدي نكبر في عين راجلي و غدي بغيني و يتشبت بي كتر و الى اهملتهم انا ما غديش يحملني قدت له كيفاش قدت لي بحالك نقول لك انا هما قبل مني على السابق المثال انتي ولادك من اللي تولديهم قدت لي ان شاء الله و اكتبت مأتي فانا انا و أنا رسياة في عين راجلي و عين عائلة فهي من الله المهم انا نصلى فيهم و ربما هذو الولاد اللي كتشوفي فيهم تيا هم اولاد راجل اللي ربما نلقى فيهم الخير كتر من اولادي انا إلا طاليت فيهم جاءوا عندي و طاليت فيهم و قلت له اسكت تعيت و قلت له فيت جاءوا عند قتلي اياه ولكن ما طاليت فيهم ما هذا الشي رجعوا كان يخذوا العطلة و يقولوا والو بغينا نمشو و نشوفه مرتبعا قصة من بالله لك يجوغاتك على قبلي كانت كنت ندير المكسيموم ما نقولش لك شنو كنت ندير اليوم يعني كان هملا اولادي و راجلي و كانت صلى فيهم زيان و مك يمشو تكيبشو ناشتين و لقيت لك انا هذي يرى كوراشي خمسة عشر مرة بجو عندي ما تتعقينيش قلت له بغافو عليك شوف الفكرة كديرة البنات الناس البنات المطورات قلت لك أنا لا تصليت فيهم سنكبر في عين راجلي و لا تعرفيش قلت لك أنا جوش كلمة ضوخوني من الناس و لا تصليت فيهم وهذا قلت لك و أنا أتكبر و كنت نشوف و نقول واه فعلا عند الحق قلت لك أنا لو كان منتصلش فيهم ما نكبرش فيه عائلتي و راجلي و أنا قلت لك ما عرفتش الخير فين ربما قلتك يصدقوا هذا و حسن من ولادي ما تعرفيش قلتك الخير فين كان قلت لك عندك الحق أنا سكت ما بقيتش هدرت لأن المرأة لصواب و كنت تشد البلاسة تسحب راستها و لا تقول نشوف نمي تراجلها و كنت تسد المنبرة و نقول لك من هذا المنبرة نعالت الله يوى عليك كمه تسدين تدان و أنت أريد رجل كله و أنت أريد أمور و أنت أريد عائلته فلا تستطيع و أنت أريد لا يمكن لا يمكن لا يمكن ساقينا تنسى و تعرفوا ما هي لولده و في الأخر كنت تتحدث و قدت لدى و اعطى لدى اختي و اعطى لدى ويعطى الباب ويعطى الخوط ويعطى كل شيء على أختي وجوة القيتي هنا لا يمكنك أن يتعلف أم ويتعلف خوط وكان أقلال الشخصيات كان يقول لكم عندكم تتحكم عليكم مرأة لا يمكنك تتحكم عليكم مرأة وتقول لكم إلا ما تشوفوا عائلتكم إلا ما تشوفوا ولديكم إلا ما تشوفوا أخوتكم وانتو ما قادت سيرها تضحك عليكم مالا هي كتبغي والديها وكينا اللي كتمنع والديها أو تمنع والديها وبغايته غير هو وتقول تشرب غير هي يولا كلا ما تجيش حين تنتي من غادي تتمحني على وحد الولد غتعرفي حياتك ديرها وشنو كيدير وغتبغي تنتي تشوفي ولدك وتنتي ولدك يعاونك وتنتي قاع لمكاش يعاونك غتبغي تشوفي حياته وغتبغي تنصحي لا يمكن أن تكبره حياته لا يمكن أن تكبره حياته لا يمكن أن يكون مقاومة تبعينهم وكان مقاومة قلبنا يحرقنا وكان مقاومة حينما وكان مقاومة حياته هذا شيء أدي الأم فالأم ضروري نحترموها ونقدروها ونعرفها بأنها تمحنت على ذاك الولد ومرحبا اللي جوج من طريقته كلها قلت لك تانا اللي جوجها بيه اللي جوجها بعلش الله مرحبا بلي جوجها بيه ما نقطعوش الله ما نقطعوش هذا فهنا كنقول لك هي المرادكية كتبغي تجرب الرجل كتقول لي حقا أنا مبغيتش والدك حقا أنا مبغيتش أختك حقا أنا مبغيتش أمك حقا أنا مبغيتش أمك حتى تكون صعوبة أم ككتورة تحضر الماكلة و تقللي و تكون مبغيتش أمك و أجل من الملضب و تأكل أيها الحقا و تكون مبغيتش أمك و تعتين و تريد أن نحن داخل أمك بطيارة تبط المقربة و محميه بباركو و معروفة لنا الضيافة أمك خطيصة أمي طيب بصيلة ودير شوية العيش وشوية روز وتقول لي ناري لا لا ما تاكلش معنا أمك أمك جاي أخوك جاي لا وتخبي الماكلة لا